فمرة الشيخ الشعراوي كان بيقدي فرط الحج وكان في فندق الحرم وشافته قسيت تحية كاريوكا وكانت في أواخر سنين حياتها فنادت على الشيخ الشعراوي كتير وقالت له صوت تنبح وانا بنادي عليك يا مولانا انت مش عارفني انا تحية كاريوكا الشيخ الشعراوي معرفهاش الاول لانها كانت عجزت ولبست الحجاب فرد عليها وقال لها لو عرفت انك انت اللي بتنادي علي لاتجهت اليك رقصا لا راقصا الشيخ الشعراوي قاعد يدعي لها وهي قاعدة تعيط وده كان رغبة منها في التوبة وفي يوم فوجت تحية كاريوكا بطفلة رضيعة قدام بتها فترسل بالشعراوي وقالت له اعمل ايه فنصحها بانها تاخدها وتربيها وقال لها اخديها فهذه عطيته من الله لكي وفعلا اخدتها كاريوكا وسمتها عطية واوسط بها خيرا قبل موتها وبعد فترة اجتمع الشيخ الشعراوي وتحية كاريوكا وكان الشيخ الشعراوي موكل محامة علشان يسترد شق التحية كاريوكا من طالقها فيس حلاوة اللي اخدها منها لكنها رفضت عشان طالقها وبنته وزوجته ما يتشردوش في الشارع وقالت له انا راضية وخلاص انا كبرت وطالقها مش هيلاقي مكان تاني يسكن فيه مع امراته وبنته وهنا الشعراوي قال لها انا غيران مني كتحية فردت عليه انت تغير مني يا مولانا فقال لها ايوة بدأ يتبني ليكي اقصور في الجنة يا تحية الستة تحية قامت بأداء فردة الحج خمستاشر مرة وكان في سنوات عمرها الاخير نفسها تطلع تاني بس ما كانش ممكن لانها ما كانتش قادرة وكانت بتبكي كلما رأت وفودوا لحجاج وهما مسافرين الله يرحمك يا ستة تحية لحد هنا نكون خلاصنا الفيديو قبل ما نمشي وقع تنسى اللايك والاشتراك ودفعوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الاشعارات اصلكم فرعات الله وقامنا وحزو السلام عليكم باي باي